وكانت وزارة الصحة قد أعلنت خروج 47 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوبهم من فيروس كورونا كوفيد 19 قبل خروجهم من الحجر الاحترازي ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 115 شخصا بعد خروج 68 شخصا في وقت سابق أفدت الوزارة بأن الحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي لـ 15 مواطنا و30 مواطنة وأندونيسيتين منوهة الوزارة بأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة وتحت إشراف طاقم طبي متخصص وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظا على صحتهم وصحات الجميع أكدت الوزارة ووزارة الصحة طبعا حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ومتابعت تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع وجددت الوزارة دعوتها للموطنين والمقمين القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين البقاء في مقر سكنهم في غرفة المنفصلة لمدة 14 يوما ضمن إجراءات العزل المنزلي والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص أو الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص لهم واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به ترجمة نانسي قنقر